السلام عليكم و مرحبا بكم وصفة مشوك بدونجليتا المقادير سنسحق 2 صفار بيض في حرارة المطبخ ملعقة كبيرة من سكر المسحوق و مبشور الليمون مبشور الليمون تستخدم نكهة الفانيلا و نسحق 125 جرام من المارغارين في حرارة المطبخ نخلص نضيف جيدا المكونات نضيف نضيف نصف 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 ملعقة نضيف 6 ملاعق من المكونات نضيف نضيف نصف ملعقة من خميرة ملعقة ملعقة تنضيف نصف نسحق كذلك كمية من الكوكاو اللي يكون رحيتو خشين وبياض بيضة بعد ما شكلت من العجنة كوريات متساوية الحجم نغمس الكورا في البياضة البيضة ثم نغمسهم في الكوكاو وتزيين زيته بنصف حبة من الكوكاو وتزيين اختياري تقدر تزيينه بوش حبيته ثم نديره يطيب في الفرن على درجة حرارة 180 درجة لمدة حوالي 15 دقيقة يعني حسب الفرن اللي عندكم بعد ما طابل مشوك بدون بليطة صدقوني يخرج كما العادي ما كاش فرق وشربته فقط بالعسيلة ويجي معسل حتى يعني الحبة يجي معسل حتى من داخل نتمنى تعجبكم الوصفة ودعموني